تحمل القطط طفيلياً يدعى تيكوس بلازما جونداي ويمكن أن ينتقل إلى البشر عن طريق ملامسة أواني القطط أو أكل اللحم غير المطبوخ أشائع أن هذا الطفيلي غير دار إلا أن دراسة جديدة حذرت من أن الطفيلي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالفسام أو كما يعرف بانفسام الشخصية بنسبة 50% ويعتقد أن ما يقارب ثلاث السكان أصيبه بالعدوى من الطفيلي ترجمة نانسي قنقر